خليني أحكي خمس أمور في الختام مهمة جدا حتى تفهم قلب الآب لكل دقة من دقات قلب الله هي اهتمام ومحبة من أجلك ومن أجلي أيضا فإذن الآب نقدر أن ندعوه تستطيع أن تقول له أبانا الذي في السماوات تدعوه ثم شيء ثاني تقدر أن تقترب منه شيء ثالث تقدر أن تتكلم معه تتواصل وتتفاعل معه شيء رابع تقدر أن تعرفه المسيح قال وأن يعرفك أنت الإله الحقيقي وحدك ثم أحبائي شيء أخير خامس نقدر أن نكون في علاقة حميمة معه كل الوقت هذا الآب بكل بساطة اللي بنتكلم عنه في المسيحية فنحن لا ننادي بإله مجهول ولا ننادي بإله مثل آلهة اليونانيين أو الأصنام ولا ننادي بإله بعيد كل البعد فقط عاوز أن يدين شعبه ويلقي بهم في جهنم نحن نتكلم عن آب حنون محب لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية لأن الله لم يرسل ابنه إلى العالم ليدين العالم بل ليخلص به العالم انظروا أي محب أعطانا الآب حتى ندعى أولاد الله بشان هيك واضح من أجل هذا لا يعرفنا العالم لأنه لا يعرفه اللي بيعرف الرب رح يعرف أنه آب حنون محب وهذا اللي أنا أدعوك اليوم إليه أدعوك إلى الآب السماوي من خلال عمل يسوع المسيح اللي تمم مشيئة الآب فصرنا بر الله في المسيح واتقدسنا في المسيح واخلصنا من خلال عمل المسيح وصرنا أبرار أمام الله من خلال ما فعلوا يسوع المسيح الذي فيه لنا الفداء بدمه غفران الخطايا اشتركوا في القناة